أنا بحاول يعني أسأل عن يعني مثلاً موضوع نجيب محفوظ إيه الفرق إن إحنا نقدم مسرحية عن نجيب محفوظ على سبيل المثال فيها استعراضات وبين يعني المسرح الحديث الحديث يعني توليته بتتكلم عن نفس الموضوع إيه الفرق الفرق كبير وهنا استعراضات وهنا استعراضات بالمسرح في الكلمة بس هو هوني لازم لواحد يولد حاجة جديدة يبدع بفكرته لحتى يطرح للجمهور والجمهور كثير أحياناً بيشوف حاجات بشغلي أنا مش شيفة وده سر دانس تياتر دانس تياتر هو رمزي هو سريالي هو كمان بتعلق بالميثولوجيات ما هو في ثقافة معينة بتطرحي على الجمهور ما بيحكي إنه لازم نعمل حاجة للإليت يعني للنخبة لا أنا بعيد إنه قول أنا نخبة ومع إنه اتهمت بدا أنك تخاطب النخبة يعني هل ده معنى إنه أعمالك صعبة؟ لا خالص خالص أوقات في ناس صراحة ما بيكون جامعيين أو حاجة أنا تعزبت كتير مع الجامعيين أو النقاد أكتر من الناس اللي هن طبيعيين جداً اللي بيشوفوا في حاجة بيقدروا بفلسفتهم البسيطة يلاقوا حاجة أكتر من ناقد أنا تهجمت كتير من النقاد بعدين صاروا كتير الموضوع الأقلام تغيرت عندهم وصاروا المفهوم كان يطعب يعني البعد والفلسفة لازم نلاقيه بالموضوع لازم نلاقيه يعني هذا ما يميز الرقص الحديث طبعاً في رموز رموز في مفاتيح في رموز في ناس ما بتعرف ليه حبت في مثلاً النقاد بيقولولي هاي الحاجة هايلة بس أنت عايز تقول إيه طب خلاص إذا طال هاي طب إذا قال النقاد هذا ماذا يقول الجمهور العام لا الجمهور العام أوقات بيوصلني لحاجات أهمة من ناقد والله وده أنا أوقات بصورة أنا عندي كتابات كتير تقريباً حتى يلعن بس عندي كتابات كتير على هذا الموضوع ده هلأ طالما أنه عم تسأليني أسئلة على الحركة ما بقدر فسرلك الحركة أو الرقص هو يعني المفهوم عنده الجمهور لما بيشوف أو بيبه هو عنده كمان رؤية أنا أوقات أوقات العرض هو نفسه أنت عم تشتغلي اللي هي المرحلة أحلى مرحلة قبل ما يطلع العرض إنما بيطلع العرض على الجمهور خلص ما بقي يعني لي لأن بيصير ملك الجمهور إنما المرحلة تشتغلي فيها وبتعملي لآخر دقيقة بتقولي العرض عم بيطلب مني ده لما بيقول إنه لازم فيه المشهد حطه ومش عارف له بحطه لأن ده الواجب الفني اللي لازم يتراكم ويكون السرد للجمهور أو ما بدي أقول للجمهور أنا ما بني أفكر بالجمهور جدا قبل ما أفكر بالعمل نفسه متطلبات بس الجمهور هو الهدف في النهاية أكيد أكيد ما بقول لا بس أنا أول ما أبتداد بمصر كنا نرقص قدام سبع أشخاص وحاليا حاليا بعد ثلاثين سنة أكتر فيه إقبال فيه إقبال فيه إقبال فيه إقبال فيه إقبال لما نروح نحن سفرنا كتير على إيطاليا ثلاث مرات على ألمانيا أكتر من أربع مرات عملنا ببلجيكا وعملنا بفرنسا بأكبر أبرات بأوبرا فرانكفورت بأوبرا في فيمار بألمانيا بريكلنهاوزن وهنا كان فيه ألفات ألفات صراحة يعني خمس تلاف أربع تلاف بيكونوا بالمهرجان أو بحاجة وقدمت إيه؟ قدمت محمود مختار محمود مختار خليت التماثيل محمود مختار يتحركوا ومث كأنهم تماثيل محمود مختار خصوصا بألمانيا اللي هي بلد سكولتشر مايكل أنجلو وليرناردو ديفينشي وكل ده فأخذنا سكسيف فزيعة